بسم الله الرحمن الرحيم نواصل شرح مقرر تنظيم حاسبات 2 ما زلنا في الباب الثالث عن الميموري ورغانيزيشن وننتقل إلى الدرس الخامس Chapter 3 Lecture 5 Virtual Memory أو الزاكرة الظاهرية في هذا الدرس سنعرف ما هو مفهوم الVirtual Memory Virtual Memory Concepts and Advantages ما هو مفهوم الزاكرة الظاهرية وما هي فوائدها وسنعرف ما هو المقصود بالVirtual والPhysical Addresses ما هي العناوين الزاهرية والعناوين الفيزيائية والحقيقية أيضا سنعرف في هذا الدرس الAddress Space والMemory Space وماذا نقصد بهما نبدأ بالVirtual Memory Concepts and Advantages هذا المفهوم هو مفهوم يتيح للمستخدمين إنه يركبوا أو يعملوا برامج كأنما عندهم كل الميموري متاحة لعمل البرامج يسمح للمستخدمين لتكوين برامج كأنما هناك ذاكرة كبيرة متوفرة لهم يعطي الإحساس للمبرمجين بوجود ذاكرة كبيرة للبرمجة هذه الذاكرة في مجموعها تساوي كل الأوكسيريري ميموري It is equal to the totality of the auxiliary memory وكما ذكرنا عندما تحدثنا عن الوكسيريري ميموري هي الزواكرة المساعدة وقلنا أنها تتصف بكبر الحج ولكن ببطء الوصول إلى البيانات إذن الVirtual Memory هو مفهوم يعطي المبرمج إحساس بأن كل الوكسيريري ميموري متاح له للبرمجة طيب الVirtual Memory System provides a dynamic mechanism for translating program generated addresses into correct main memory locations أخذ المبرمج الإحساس بأنه عنده ذاكرة كبيرة وبرمج على أساس هذا الإحساس والبرنامج بتاعه العمل طلع program generated addresses كثيرة لأنه المساحة كبيرة التي هو يتعامل معها بالظاهر من وظائف الVirtual Memory System أو نظام الزاكرة الظاهرية في الحاسبات أنه يحول هذه program generated addresses بواسطة المبرمج ويحولها إلى مناطق حقيقية موجودة في المين ميموري الآن ننتقل من الوكسيريري الميموري التي يتعامل معها المبرمج إلى مناطق حقيقية في المين ميموري من الذي يقوم بهذا التحويل بين البروغرام generated addresses والمين ميموري locations إنه الVirtual Memory System طيب نعرف الآن ما هي الVirtual Addresses وما هي الPhysical Addresses طيب An address in main memory is called location أو Physical Address المناطق الحقيقية الموجودة في الميموري تسمى مواضع أو عناوين فيزيائية وكل عنوان يتم الإشارة إليه بواسطة المعالج يحتاج عملية انتقال أو موائمة أو mapping حتى نعرف من أي virtual address إلى أي physical address في المين ميموري يذهب each address that is referenced by the CPU أي عنوان يشار إليه بواسطة CPU يخضع أو يذهب عبر عملية address mapping عبر عملية موائمة عنوين أو مطابقة عنوين مطابقة بين الVirtual Address إلى الPhysical Address داخل المين ميموري طيب ما هو الAddress Space وما هو الميموري Space؟ عندنا الAddress Space والميموري Space إيش الفرق بينهم؟ The set of virtual addresses is the address space مساحة العناوين الكاملة المتاحة للمبرمج أو عدد الVirtual Addresses العناوين الظاهرية التي تولدت بفعل المبرمج هذه تسمى الAddress Space أما عدد اللوكيشن في المين ميموري فأكيد هي الميموري Space العناوين الحقيقية الموجودة في الزاكرة الرئيسة نسميها الميموري Space في معظم الحاسبات الAddress Space والميموري Space هم نفسهم identical ولكن الAddress Space مسموح له بأن يكون أكبر من الميموري Space في حالة الحاسبات التي تعمل بنظام الVirtual Memory في هذه الحالة تكون الAddress Space أو العناوين الظاهرية أكثر من العناوين الحقيقية أو الفيزيائية في الحاسب وإلى اللقاء في الدرس القادم